أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صارح الشيخ الانتهاء من تدريب 69,849 موظفا مرشحا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي عقدها الجهاز لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان الإصلاح الإداري الرؤى والخطوات وقد أوضح الشيخ أن عدد الجهات المنتقلة للعاصمة يبلغ 117 جهة منهم 87 جهة متنقلة بالكامل و30 جهة منتقلة بشكل جزئي أو تمثيل قيادات